مرحبا أنا تمام من سوريا وهلأ عم تسمعوا بودكاست Real Syrian Arabic بودكاست عن كل شي بخص اللهجة الشامية والسورية تحديدا أهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من بودكاست Real Syrian Arabic رح نكمل بالسلسلة اللي بلشناها عن مطبخ بلاد الشام واليوم رح نحكي عن الحلويات في كتير حلويات بيوصل عددهم ل300 نوع وأكيد ما رح أحكي عنهم كلهم بس رح أحكي عن الأشهر ومو غريب هالمنطقة تكون مشهورة بالحلويات فأقدم الأوالب للحلو والمعجنات موجودة بمملكة ماري وهلأ وصل سيطة لأوروبا وأمريكا وكل العالم الحلويات العربية معروفة كتير بالقطر والفستق الحلبي والسمنة والإشطى وماء الورد فبكل الحلويات العربية في على الأقل واحد من هالمكونات رح نحكي عنهم بالأول قبل ما نحكي عن أنواع الحلو العطر سائل السميك لزج بيتكون بشكل أساسي من سكر محلوله بمي وبعدين بينغلى وبينضف له كام قطرة عصير ليمون نستخدمه كتير بالحلويات العربية وهو اللي بيعطيها الطعم الحلو الزايد الفستق الحلبي هو نوع من المكسرات لونه أخضر واسمه هيك لأنه مدينة حلب انشهرت بزراعته من زمان ويسموه كمان ملك المكسرات يقال أنه أصله بيرجع لمنطقة عين تيني بريف الشام بينزرع بمناطق كتير قليلة بالعالم لهيك كتير غالي وبالسنين الأخيرة تراجعت زراعته بسوريا بسبب الحرب وذات سعره أكتر أكبر منتج للفستق الحلبي هي إيران بعدين أمريكا، بعدين تركيا وسوريا بالمرتبة الخامسة السمنة بتنعمل من غلي الزبدة وتصفايتها أصلا من المغرب وهي مستخدمة كتير بالطبخ والحلويات بكل الدول العربية الأشطى من مشتقات الحليب وبتشبه الكريمة أصلا من مدينة حماس سورية والمشهورة بالحليب والأجبان والألبان ومنها انتشرت لباقي الدول العربية ماء الورد هو خلاصة تأطير بتلات الورد وهو واحد من النواتج الجانبية لأنتاج زيت الورد المستخدم بالعطور ممكن نستخدم ماء الورد بالطبخ خاصة بالحلويات بس كمان بمنتجات التجميل والعناية بالبشرة وقت الحلويات هو برمضان والأعياد والأعراس وكمان بالمناسبات التانية لما حدا يصير معه شي منيح مثلا لما يتخرج من الجامعة أو يشتري بيت أو سيارة بيقولوله أهله ورفقاته حلينا ممكن كمان الواحد لما يروح زيارة لعند حدا ياخد معه حلويات خاصة إذا في مناسبة أو إذا كان مريض في أنواع من الحلو ممكن تنعمل بالبيت وفي أنواع تانية شغلة صعب وأغلب الناس بيشتروها من السوق وما في أكتر من محلات الحلو بالشام مثلا ما في شارع ما في محل حلو على الأقل وبيتفننوا أصحاب المحلات بطريقة عرض البضاعة على الواجهات ليجذبوا انتباه الناس فمننن بيصف الحلو بشكل هرمي ومننن بيحطن بعلب موزيك فخمة ممكن تنباع بالكيلو أو بعلب فيها نوع واحد أو تشكيلة من أنواع مختلفة وهلأ مع الغلاء صارت أغلب المحلات عم تبيع الحلو بالقطعة كمان في ناس بيشتغلوا على عربيات بيشتروا صواني حلويات من المعامل وبيبيعوها بالفترة الأخيرة صارت الحلويات غالية كتير مع غلاء أسعار الغاز وكل المواد فما عد في إقبال عليها من الناس وكتير معلمين حلو تركوا شغلهم وصاروا يشتغلوا شي تاني أو هاجروا فصار في كتير سوريين بدول برة وخاصة بأوروبا فاتحين محلات حلويات عربية وصار في إقبال عليها حتى من الأجانب وهلأ رح أحكي عن أنواع الحلو المختلفة بنصحكم تشوفوا الفيديو على اليوتيوب لتشوفوا الصور يلا نبدأ البرازق من أشهر الحلويات السورية وهي بسكوت بشكل دواير صغيرة مقرمشة وعليها قطر وسمسم وفستق حلبي أصلا من مدينة دمشق وتحديدا من حي الميدان بس هلأ صارت من تشرب كل بلاد الشام والدول العربية كمان الغريبة بسكوت هش بيدوب بالتم مكوناته بسيطة كتير طحين وسمنة وسكر شكله الكلاسيكي حلقات صغيرة وعادة عكل قطعة في حبة فستق حلبي للزينة اللوزية بسكوت عشكل هلال مكون من الطحين والسمنة واللوز المطحون وبينرش عليه سكر بودرة المعمول من الحلويات يلي ممكن تنعمل بالبيت قبل العيد وبيرجع تاريخها لعهد الفراعنة وبتختلف طريقة تحضيره حسب الدول بيحتاج أوالب خاصة من الخشب عليها نقشات منحط فيها العجينة المكونة من الطحين والسمنة والسكر والحشوة وبعدين منحطها بالفرن وممكن بدل الأوالب تنعمل بشكل يدوي والنقشات بالشوكة الحشوة ممكن تكون عجوة وهي تمر مطحون أو فستق حلبي أو جوز أو حتى نارنج وهو نوع من البردقان المر وفي كتير حشوات تانية كمان وفي ناس بيرشوا عليه سكر بودرة المرشم أو كعك العيد هو بسكوت طري لونه أصفر مكون من طحين وسمنة وزيت وحليب وبهارات كتيرة بنحط بالعادة بأوالب خاصة مزخرفة وهو خاص بجنوب سوريا بسويدة ودرعة الهريسة قاته عربي مكون بشكل أساسي من السميد والقطر وأحيانا جوز الهند وبتتزين باللوز إلى أسماء تانية مثل البسبوسة والنمورة الراحة مو معروف أصلا بالضبط ممكن يكون تركي أو عربي اسمها بالدول التانية الحلقوم أو الملبن وبالتركي اسمها لكم وهي كلمة أصلا عربي مكونة بشكل أساسي من النشا والسكر والجيلاتين وتكون غالبا شكل مكعابات وبينرش فوقها سكر ناعم منشان ما يلزقوا قطع الراحة ببعضهم فيه إلى أنواع منها محشي بالمكسرات ومنها منكه بنكهات مختلفة وبسوريا أكبر مصانع الراحة موجودة بدرعة بتتاكل بالعادة مع بسكوت سادة منحط قطعة راحة بين قطعتين بسكوت فبتصير مثل الصندويشة شعر البنات هي الغزلة السورية بتعرفوا الغزلة العادية اللي مصنوعة من السكر بجهاز خاص وبتطلع بشكل بيشبه القطن أما هاي الغزلة مكونة من الطحين وسكر ومي وعصير ليمون وأكيد ما رح تصير سورية إذا ما ضفنالها فستق حلبي الحلاوة مكونة من الطحينة والسكر وأكيد الفستق الحلبي ناكلها بالعادة مع خبز وممكن نستخدمها لنعمل أنواع تانية من الحلويات حلاوة الجبن العجينة مكونة من السميد وجبنة عكاوي وماء ورد ومحشية أشطة وأكيد على الوجه منحط فستق حلبي وأطر وفي خلاف إذا أصلا من حمص ولا من حما القطايف فطيرة بشكل قراص صغيرة مصنوعة من عجينة سائلة مخبوزة من جهة وحدة بتتاكل باردة إما نية أو مقلية وبتنحشى أشطة أو جوز أو حشوات تانية وبعدين بتنطوى بالنص وبتتسكر فبيصير شكلها نص دائرة وممكن ينصب عليها أطر حسب الرغبة بصراحة أنا كنت حب أكلها مع شوكولا وفينا نقول هاي البانكيك العربية الكنافة من أشهر الحلويات الشرقية وبيرجع تاريخها للدولة الأموية اللي كانت عاصمتها دمشق من أكتر من 1200 سنة بتنعمل من عجينة خاصة بتشبه النودلز أو الشعيرية بس أطول ممكن تكون خشنة أو ناعمة بتنخط بالفرن مع ثمنة وبينصب أطر على الوجه وهي العجينة بينعمل منها أنواع تانية من الحلويات مثل ما راح نشوف للكنافة كتير أنواع أشهر نوع هو الكنافة النابلسية من مدينة نابلس بفلسطين وهي محشية بالجبن العكاوي وفيه كنافة سادة عادية بدون جبنة فيه ناس بيحبوا ياكلوها مع رزب حليب وفيه نوع مشهورة في مدينة دمشق هو الكنافة المدلوقة المدلوقة ما بتنحط بالفرن بتنطبخ على النار وبينحط فوق أشطة وفستق حلبي وبعدين منحطها بالبراد لتتماسك الحلويات المقلية العوامة الزلابية والمشبك هي عبارة عن عجينة مقلية وبعدين منغطسها بالقطر تختلف عن بعضها بالشكل فالعوامة بشكل طبات صغيرة واسمها هيك لأنه بتعوم على سطح الزيت لما نقليها الزلابية شكل عشوائي والمشبك شكله مثل حبل ملفوف البوزة العربية مكونة من الحليب القشطة والمسكة تنغلى وبعدين بتنحط بماكينة البوزة بدرجة 45 تحت الصفر وبعدين بتندق بمطارق حشبية لتوصل البوزة لقوامة المطاطي وكلما ندقت أكتر بتبين النكهات أكتر وعادة تتزين بفستق حلبي البقلاوة أصلا تركي واسمها جاي من اسم زوجة سلطان تركي عملت هاي الأكلة أول مرة من العسل والعجين واتطورت بعضين السورية بتختلف عن التركية وإلى أنواع كتير مثل كولوشكور والقاسية هالنوع من الحلويات أكيد كلكون بتعرفوه وهي مكونة من طبقات رقيقة من عجينة خاصة وبتنحشها بالمكسرات مثل الجوز والفستق الحلبي وبينصاب فوقها قطر وهالشي بيخليها متماسكة أكتر وهي من أكتر أنواع الحلو اللي فيها سكر ودهون البلورية بيرجع أصلا لمدينة حلب بتنعمل من عجينة الكنافة المحشية بفستق حلبي ولازم تنخبز على نار هادية ليضل هنا أبيض بعدين بتنغمر بالقطر وبتتقطع لقطع مربعة عش البلبل عبارة عن عجينة الكنافة على شكل أعشاش صغيرة بعدين مندهنها بسمنة ومنخبزها بالفرن لتتحمر وبتنحشها في ستق حلبي المبرومة كمان عجينة كنافة محشية في ستق حلبي بس بتكون مبرومة على شكل رول وبتتقطع لقطع كبيرة وفي نوع من المبرومة محشي قشطة اسمه مغشوشة واسمها هيك لنميزها عن المبرومة الأغلى المحشية في ستق حلبي زنود الست عجينة بقلاوة مقلية محشية قشطة وشكلها مطاول مثل الأصابع وهيك بيكون خلص موضوع الحلقة بس المشتركين بالعضوية بيقدروا يسمعوا قسم إضافي رح أحكي فيه عن الحلويات اللي بحبها وبكرها إذا حابين تسمعوه فيكن تشتركوا بالعضوية على شكراً كتير لكل الأعضاء المشتركين وهلأ صار الوقت لنروح للفقر اللي بعدها إذا ما فهمتوا كل شيء هات شيء طبيعي لا تاكلوا هم رح أشرح أهم الكلمات وفيكن بعد ما تسمعوا الشرح ترجعوا تسمعوا الحلقة مرة تانية هيك رح تفهموا أكتر إذا بدكن تقروا ملف الحلقة اللي فيه تفريغ الحلقة كلها مع الترجمة للإنجليزي وتحملوا بطاقات أنكي لكلمات هالحلقة فيكن تشتركوا بعضويتي على صفحتي buymeacoffee.com slash syrian arabic وتتمتعوا بكل هالميزات وأكتر وهلأ مثل العادة رح أترككن مع شرح لأهم الكلمات اللي مرت بحلقة اليوم شرح المفردات تراجع بتراجع رجع لورا وقلت أهميته عكس تأدم خلاصة سائل مركز مستخلص من الورد وبينعمل منه العطور ونستخدم كمان الكلمة الأجنبية أسانس حلا بحلي حدا طعمه حدا حلو بمناسبة سعيدة ما في أكتر من في كتير مليان تفنن بيتفنن عمل شي بطريقة فنية ومبدعة البضاعة المنتجات اللي بينباعوا تشكيلة تجميعة من أنواع مختلفة اقبال طلب أو اهتمام بشي معلم تعرفوا أنه هالكلمة معناها أستاذ أو مدرس بس هون معناها شخص شاطر بشي أو صاحب مهنة فمنقول مثلا معلم فلافل معلم صحية إلى آخره ما أرمش آسي بس بينكسر بسهولة لما ناكله مثل الشيبس باب بيدوب تحول من صلب لسائل بسبب الحرارة مثلا التلج بيدوب وبيصير مي نقشة نقشات شكل وتصميم لزق بلزق لما شغلتين يتثبتوا مع بعضهم وبيصير صعب نفقهم متماسك شيم كون من أجزاء مترابطة وكأنه جزء واحد عش أعشاش بيت العصفير واللي بيحطوا فيه بيوضهم وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم بتمنى تكون عجبتكن واستفدتوا منها إذا عندكن أي أسئلة أو اقتراحات أو أي شي حابين تحكوه ممكن تبعتولي إيميل على أو ممكن تبعتولي رسالة صوتية على سبوتيفاي رح أترك الرابط بصندوق الوصف ولا تنسوا تتابعوني على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، انستغرام، تيليجرام، يوتيوب وإذا حابين تاخدوا دروس معي زوروا موقعي استنوني بحلقة جديدة ومع السلامة اشتركوا في القناة